تعرض عدد من السعوديين إلى عمليات نصب واحتيال أثناء رغبتهم في شراء منازل وشقق في مدن تركيا صحيفة الوطن السعودية كشفت أن نحو 20 سعوديا تعرضوا للنصب من مكاتب وهمية دفعوا لها ما يقارب 30 مليون ريال وبدأ هؤلاء الضحايا في إجراءات لرفع قضايا أمام محاكمة تركيا ويعد السعوديون ثاني أكثر الجنسيات الأجنبية شراءا للعقارات في المدن التركية وفق آخر إحصائية رسمية حكومية من أنقرة في أغسطس الماضي تحقق أيضا نيابة الأموال العامة في الكويت في بلاغ قدمته وزارة الداخلية عن احتيال إحدى الشركات العقارية على بعض المواطنين صحيفة الجريدة الكويتية نقلت عن مصادر قانونية للتحريات كشفت أن تلك الشركة نصبت على 3000 مواطن ومقيم عبر إقناعهم بالاستثمار الوهمي في شراء أراض تزعم ملكيتها خارج البلاد ما مكنها من الاستيلاء على نحو 30 مليون دينار منهم النائب العام الكويتي أمر بمنع سفر عدد من المسؤولين في هذه الشركة من جنسيات عربية مختلفة من بينهم مواطنة انضم إلينا من جد المحامي والمستشار القانوني محمد الضبعان أستاذ محمد مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة يعني المعلومات تتحدث عن أكثر من 20 مستثمر سعودي وسعودية تعرضوا لقضايا نصب واحتيال من مكاتب ومؤسسات عقارية وهمية في تركيا في هذه الحالة كيف يتم التعامل من قبل هؤلاء لاسترجاع حقوقهم إذا كان ذلك ممكن أولا أنا أعتقد أن المهم عليهم أن يتقدموا بدعاوى لأن كل قضية تعتمد على ملابسات هذه القضية ومعرفة ما هي الأوراق التي وقعوا عليها وكيف دخلوا في هذا الاستثمار الخاطئ ومن هو الطرف الآخر في هذا الاستثمار فهناك أسئلة كثيرة لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره ولكن أعتقد أن الإجراء البسيط أولا بقدر المستطاع أن يكونوا مجموعة ويعني يحاولوا أن يقوموا بعمل تكتل لسهولة الإجراء ولتخفيض التكاليف ثم بعد ذلك يتوجه إلى توكيل محامي في تركيا يكون معروف بحسن السيرة وأن يكون من المحامين المشهود لهم بالنزاهة وحتى يتأكدوا من أن يوكلوا الرايت برسن بالتالي أستاذ محمد كيف يمكن أن يحمل مواطن نفسه من هذه الشركات الوهمية هل من خطوات يجب أن يتخذها في كل أنحاء العالم ليس في تركيا وحدها أنا أعتقد أن هناك عدد من الخطوات أولا يجب أن يكون هناك مطور محترم له تاريخ معروف تكون شركة كبيرة هذا رقم واحد إن لم يكن ذلك فيكون دفع المبالغ عن طريق محامين معروفين ويدخل المبلغ إلى حساب المحامي حتى يكون مسؤولا عنه في تلك الدولة رقم ثلاثة من المهم جدا أن يكون هناك رجل مالي أو مكتب مالي في تلك الدولة للتأكد من عدد من الإجراءات المالية الأخير وهو المهم يجب أن لا يكون هناك وكالة لأشخاص وإنما تكون وكالة مهنية لمحامين لأن المحامين سواء داخل المملكة أو خارج المملكة عليهم واجب مهني ويكون في كثير من الدول أعظم بكثير من المملكة العربية السعودية وخاصة في البلدان الأوروبية والأجنبية والغربية يكون هناك إجراءات جنائية صارمة في حالة عدد المحامي قيامه بمخالفة أو بالإضرار بالمواطن الغالب أن يكون هناك بعض المبالغ التي تدفع قد تصل إلى 5% من قيمة الشقة ولكن أنا أعتقد أنها مهمة جدا أن يتم الاستعانة بمثل هؤلاء المحامين والمهنيين حتى لا يتعرض الإنسان لمثل هذه القضايا شكرا جزيلا لك من جد المحامي المستشار القانوني محمد